اشتركوا في القناة 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 المهم كان ناخدوا سواء عضيمات الدجاج ايه لكننا استعملنا مثلا بروشات بالصدر وكيف قلينا ذو كل عيضة كانت استعملوهم دابا غادي ناخدوا شوية من الدجاج على قناة القياسة ديانا كيف كتشوفو وغادي نحطو في الطنجرة هنزيدو عليه المنكيهات اللي مشينا جبنا بعض منها من عدارة الاندالوس كيف غادي نسرد عليكم جميع التوابل والمنسمات من اعشاب يابيسا اشياء كتير الحمد لله اللي كيزخر بيها الطبخ والمطبخ العربي بصيفة عامة ما غاديش نقوله غير المغربي ولكن العربي لانا غادي نستعملوا واحد الأكلة اللي كتتميز بيها الطبخ او المطبخ ديال الشرق الأوسط اللي هو البرغل ناعم هنا را كنتكلم لكم على دكتا سات اللي فيهم دقيق الحمراء وفيهم دقيق الخرطاء اللي استعملتم مع الصباح ان شاء الله مرة أخرى هنشاركهم معكم اللي فيهم زرعة الكتان والخرطال والنافع وان شاء الله مرة أخرى غادي نحضرهم معكم كنحطوا قطع الدجاج كيف كتشوفوا وكنتبلوا بالأشياء اللي من ضيمنها غادي نسرد عليكم بالترتيب البصل مشلد ودريسات ديالتومة كنحيدوا لهم ديكالناوات اللي ما كتتهدمش وكنحكوهم اليازير يابس كنجيبو من الجرد ديال واحد خالي الله يخليه لي وشوية ديال السعتر يابس و التحمير بيمن دو اللي فيمي كنديرو الكاري مدقوق بودرة وكنديرو التوم بودرة وكنديرو الزنجبيل حتى هو مطحون بودر وكنديرو القزبر مطحون هادي هي التواب اللي كنت تعمل وكنديرو الملح ملح الهيمالاية اللي دائما كان اعتمد عليه في الطبخ وتقاسمت معكم مرارا وتكرارا ملح الهيمالاية نظرا لأنها خفيفة ومزيانة للصحة ما فيهاش اكسي ديال اليود كنديرو الماء الغليان القياس ديان اللي غادي نحتاجو لهات ماراق يعني ماراق الدجاج وكنديرو كيف شفتو قبيطة ديال القزبر والمعدنوس الطاري والمهم وكنديرو زيت الزيتون القليل من زيت الزيتون وكنحطو فوق النار بعد وضع ورقتين هنا يديال ورق الرند اللي هي ورقة سيدنا موسى كيف كانسميوها فيدولوغي اللي كتعطي واحد لد واحد نكهة يا سلام المهم كنحطو طنجرة ديان يعني حتى كتشرب وكتندمج هدوك المنكيهات اللي زي بيس وذيك العطرية وكنناخدو طنجرة اللي كنحطو فيها عوثاني ما تبقى من البصل المشلط وكنديرو الفلفلة بلوني ديالها إما الأخضر والأحمر أو الأصفر اللي كان وكنخليهم كيتقلة وهنتم غتشوفوا ده بشوية المهم هنا رازت واحد القطعة ديالجاج لأنه هدك الدجاج المنسم غادي نزيد علي هدك القطعة وغادي نقليهم باش نستعملهم الوجبة الغداء مرافقة لهاد البرغل الناعم مع واحد الصلاطة اللي لديدة 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 يا سلام المارك خديت منه باش نسقي بيه هدك الدجاج اللي كيتقلة ودز هنا كيف كتشوف رغادي نحط هدك الفلفلة باللونين ديال الاخضر والأحمر مع الباص اللي في الطنجرة مع زيت زيت شوية الملح وشوية العطرية وقليت فيهم هدك البرغل وعاد غا نزيد عليه المارك كل كاس ديال البرغل كنديرو معه جوج أكواب ديال المارك يعني كاس برغل جوج مارك من بعد ما كنغسله البرغل العير وحد الغسلة خفيفة في وحد شي حاجة شي ما صفات ولا شي حاجة اللي أنباس وعغ المهم اللي يكون رقيق باش ما يدوش هدك لأنه ناعم وهد البرغل راه الطريقة باش كيتحضر راه القمح كيتغسل مزيان وكيتنقع في المحت يعني كيتشرب الماء وكيتنفخ كيتضاعف الحجم دياله وكيتفور في الكسكاس وكيت يعني كي كيتصنعوا منه حجام مختلفة هنا هذا برغل ناعم ماشي سامي كيف كيتشوفوا في القنجرة باقي من الباصال وصفيت هذا كمارة مرحلة سوف ندز المرحلة سوف نضع الغرب الناعم حتى يشرب المراق ينضج مزيان من الفلفل بالألوان ونضع الكمون وشوية الهريسة والمعنا يابس موسيقى 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 موسيقى